أعلنت منظمة الصحة العالمية أن شركة فايزر ستقوم بتزويدها بعشرات الملايين من جرعات لقاح كورونا بالتزام مع عودة واشنطن إلى كنف منظمة الصحة العالمية المنظمة كشفت أن شركتي فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية التزمت بتأمين 40 مليون جرعة من لقاحهما لصالح مبادرة كوفاكس الهدفة إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة من المتوقع أن تصل الدفع الأولى من لقاحات كورونا إلى الدول الأشد فقرا في فبراير المقبل بموجب مبادرة كوفاكس التي تديرها منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي للقاحات كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي أكد في وقت سابق أن جو بايدن سيصدر توجيها يتضمن خطط الولايات المتحدة الانضمام إلى كوفاكس وقبل ذلك أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعود إلى منظمة الصحة العالمية بعد خروجها منها في عهد إدارة ترامب فاوتشي قال إن لدى بلاده نية الإفاء بالتزاماتها المالية حيال المنظمة مؤكدا أن واشنطن ستتوقف عن خفض عدد الموظفين الأمريكيين في منظمة الصحة العالمية بالمقابل رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالإعلان عن عودة واشنطن واصفا ذلك بيوم جميل لمنظمة الصحة يبدو أن عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة العالمية وانضمامها إلى مبادرة كوفاكس سيسهم في الدفع بالجهود الدولية الرامية للقضاء على وباء كورونا